رقم 7 وده مهم جدا جدا لأي شخص بيكون قائد وخاصة في حياة زوجية إنه يفكر في المستقبل يعمل خطط للمستقبل ويتفق على تحددها ويحول الأهداف دي إلى أهداف مشتركة بالحوار إزاي نطور بيتنا وإزاي نحسن مستوى مدارس أولادنا ويتكلموا عن أهدافهم وإزاي هيوصلوا بيها بشكل مشترك مع بعض رقم 8 إنه يستثمر في العلاقة بمعنى إيه يستثمر في العلاقة؟ يظهر أهميته بإن العلاقة تستثمر عشان حياتهم تكون أفضل ويعمل إيه؟ دايما يكون التعامل في بيان إنه مهتم بالعلاقة ويستثمر فيها ويبين إنه وصلنا للنتائج ده بيفرحنا فيحاول يستثمر الوقت والجهد في إنه يطور ويحسن علاقتهم الزوجية وده ممكن يحصل بإنهما يخلوا حياتهم سوى أجمل ويملوى بالذكريات الإيجابية واللحظات الحلوة وخاصة أن الكلام الحلو ووقت الشدة اللي بيسلي الناس ويخفف عن عليهم وكمان الكلام الحلوة لما تطلع فجأة وبدون مشريك حياتك يبقى متوقعة بتعمل إيه؟ بتنزل برضو السلام على مشاعر وعلى كل أوجاع رقم تسعة إن كل ما الواحد يبحث عن الدعم والمساعدة كل في الأوقات المحددة ويقدر يقدمها للآخرين كل ما كانت قيادته قيادة زوجية صحيحة إن احنا نبحث عن دعم من خلال مستشارين في وقت معين إحنا مش قادرين نتواصل به أو المشكلة بقت أكبر مننا نبحث عن الدعم رقم عشرة وده شيء مهم جدا 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 هنا قبل ما سيب النقطة دي اللي هي نقطة الدعم دي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة مشهورة جدا جدا عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت دخلت على خويلة بنت حكيم وكانت عند عثمان بن مزعون يعني كانت زوجته فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذازة هيئتها يعني ما كانتش مهتمية بنفسها شوية فقال لي يا عائشة ما أبذ هيئة خوله فقلت يا رسول الله امرأة لها زوج يصوم النهار ويقوم الليل فهي كمن لا زوج له فتركت نفسها وأضاعتها فبعث رسول الله سعى سمرح الرسول لم بعت لسيدنا عثمان عشان يقدم له الاستشارة فجاء وقال يا عثمان أرغبت عن سنتي قال فقال لا والله يا رسول الله ولكن سنتك أطلق قال فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء فاتق الله يا عثمان فإن لأهلك عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا فصوم وأفطر وصلي ونم فأتتهم المرأة اللي يمين خويلة فأتتهم المرأة بعد ذلك عطرة كأنها عروس فقال لها مه يعني الله أكبر يعني قالت أصابنا ما أصاب الناس عشتنا بقى وحياتنا رجعت زي بقية حياة الناس شوفوا الاستشارة لما جات فوقتها غيرت الحياة رقم عشرة لازم نستمتع بالوقت معا وهو تنسو لو حد عايز يعمل حياة ويكون قائد للحياة الزوجية لازم يستمتع بوقته مع شريك حياته ونقوم بأنشطة مشتركة وممتعة عشان الحاجات دي هي اللي بتقربنا من بعض وتفتح أبواب السعادة وتجلب علينا كمان حياة وسعة ومش بس يبقى السعة جابت سعادة وأنك تعبر لشريك حياتك عن حبك وسعادتك بالأوقات دي وعلى فكرة ده مش عب ده بيخلي الراجل يشوف نفسه ببساطة خالص حالة من حالات أنه هو بسعيد اوعى تفتكر أن تعبيرك ده عن حبك وسعادتك أن أنت قاعد مع زوجتك ولا مع أحبابك ده بينقص من رجلتك لا 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 ده بيزود رجلتك وبيخليك بيخليك فكهة البيت بيخليك لو هما لو غبت عنهم يشتكوا من ده وعشان كده البهاء الزهير كان دايماً بيعبر عن حبه لزوجته بأبيات غاية في الإبداع بيقول بروحي من أسميها بستي فترمقن النحات بعين مقت يرونوا أنني قد قلت لحناً وكيف وإنني لزوائل وقت ولكن ملكت جهات الست طراً فلا لحنا إذا ما قلت ستي يقول لها أنت مالية كل جهاتي فعشان كده أنا بقول ستي اشتركوا في القناة